عشان كده هذه الصورة الرائعة جدا الصورة الحضرية المبهجة للنادي الأهلي وهذا التمثيل الرائع للأهلي لوطنه ولقراته في كأس العالم للأندية كانت محل اهتمام كبار الكتاب ولما بقول كبار الكتاب ليس على الساحة الأدبية والشعرية بيننا من هو أعلى قامة من الشاعر الكبير فاروق جويدة اللي يمكن بدون أي مبلغة اعتباره أمير شعراء هذا الزمان ما اعتقدش أنه لغة الضاد أنجبت في العقود الأخيرة من هو أرفع قيمة وأكثر غزارة في قريحته الشعرية من فاروق جويدة الشاعر الكبير فاروق جويدة في مقالته المهمة اليومية في الأهرام كتب النهاردة مقالة مهمة جدا عنوانها النادي الأهلي النادي الأهلي شوفوا لما يكتب أمير شعراء هذا الزمان القيمة الأدبية والشعرية الكبيرة فاروق جويدة متفاعلا مع ما قدمه الأهلي في كأس العالم الأندية من روعتها عايزة أرهلكم بيقوله الأستاذ فاروق جويدة هناك سر وراء نجاحات النادي الأهلي وهو النموذج يستحق أن يدرس لأنه يختلف عن كثير من المؤسسات المصرية في قدراته وإنجازاته إن السؤال الذي ينبغي أن نبحث له عن إجابة لماذا ينجح النادي الأهلي؟ هل هي الإدارة من صالح سليم إلى محمود الخطيب؟ هل هو انضباط في توزيع المسئوليات بحيث لا يعتدي أحد على اختصاصات الآخرين؟ هل هو مشاعر الانتماء التي يغرسها النادي في لعبيه من البداية؟ أم هو الإحساس بأن النادي الأهلي جزء عزيز من مصر الوطن والشعب؟ أم هي روح النادي الأهلي التي لا تقتصر على لعبيه أو أعضائه؟ بل هي تجمع ملايين المصريين في حب هذا النادي العريق الذي احتل أكثر من مائة عام من تاريخ مصر؟ ويضيف الأستاذ فاروق جويدة إن الألاف الذين يحتشدون في مباريات الأهلي ليسوا أعضاء فيه ولكن عشاق الأهلي في كل البلاد وما أكثرهم في الدول العربية الشقيقة إن استمرار منظومة الأهلي كل هذا العمر يؤكد أن للنجاح أسبابه وأن المؤسسات الكبرى هي التي تغرس روح الانتماء والحب إن كل لعب في مصر يتمنى أن يلعب للأهلي وكل واحد منهم يعيش بروح هذا النادي العريق إن النادي الأهلي ليس نادياً رياضياً فقط وليس ملاعب لكرة القدم إن روح الأهلي هي التي تحرك لعبيه وإداريه وجمهوره كنت أشاهد آخر مباريات النادي الأهلي في دولة الإمارات الشقيقة في كأس أندية العالم مع الهلال السعودي بيقول الأستاذ فروق جويدة وكان المعلق على المباراة عامر عبدالله إنساناً مثقفاً يحمل الكثير من الحب لمصر والمصريين ويقدر عطاء مصر من أجل أمتها إن النادي الأهلي لا يشرف الكرة المصرية فقط ولكنه شرف لمصر كلها علينا أن ننظر للأهلي دائماً الروح والإدارة والانضباط والانتماء والولاء إنه تجربة فريدة تصلح في كل زمان ومكان إن الألاف من محب النادي الأهلي الذين يحتشدون خلف ناديهم في أي مكان أكبر دليل على أن النجاح ليس سهلاً ولكنه أيضاً ليس مستحيلاً دي مقالة الرائع الكبير شعرنا قال الأستاذ فروق جويدة النهاردة في الأهرام وده اللي بيبين لحضراتكم قيمة ما يتحقق من تأثير شوفوا كبار مثقف مصر وأدبائها وشعرائها بيتلقفوه إزاي ويشوفوا تأثير النادي الأهلي في محيطه وشبابه وجمهوره وإزاي بيقدر ويثمن عمل النادي الأهلي وإنجازه